دعوة مفتوحة لكل المسلمين ومناصر القضية الفلسطينية لزيارة القدس المحتلة وجهها اليوم الدكتور محمد ستق الهباش مستشار رئيس الدولة الفلسطينية للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية من الصفارة الفلسطينية بالجزائر معتبرا ذلك فضيلة دينية وضرورة سياسية زيارة العرب والمسلمين للقدس وتفاعلهم مع الفلسطينيين يرفع الروح المعنوية للفلسطينيين ويشعرهم أنهم لم يعودوا وحدهم وأن معهم أشقاء وإخوة يساندونهم في هذا الكفاح المشروع للاستقلال الحرية الصفارة الفلسطينية بالجزائر تعرض العديد من التسهيلات على الراغبين بزيارة القدس المحتلة بعيدا عن تأشيرة الكياني الصهيوني بتنسيق فلسطيني لا ختم جوازات ولا تأشيرات إسرائيلية ولا بيحتكوا بالإسرائيلين لا تخافوا لا تصدقوا الذين يرعبونكم من أن زيارة القدس يعني اعتراف بإسرائيل لا زيارة القدس سجلوا عني زيارة القدس تحدي لإسرائيل تحدي للرغبة الإسرائيلية وإفشال للمخطط الإسرائيل شد الرحال إلى بيت المقدس وإلى مسجدها الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين إذن يحمل الكثير من الدعم المعنوي والمادي للشعب الفلسطيني عاما والمقدسي خاصة الذي تشتد معاناته يوميا من ويلات المحتلية الصهيوني اشتركوا في القناة